اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وخمسمية وواحد وخمسين أسرة بالرعاية الاجتماعية بمعنى نشملهم براتب الرعاية الاجتماعية مليونين ومية وواحد وخمسين ألف وخمسمية وواحد وخمسين أسرة وتفاخر بأنه هذا هو قال بهذا الشكل بأنه أعلى معدل شمول في تاريخ وزارة العمل يعني ربما هذا التفاخر مضحك لأن الموضوع في حقيقته يعني أنه يتفاخر بأن عدد المسحوقين من الفقراء العراقيين في ظل حكومة الأحزاب التي تدعي أنها دينية وأنها جاءت قبل عشرين سنة من الآن من أجل المظلمية وأنها تسترشد بتوجيهات المرجعية الرشيدة ويضيفون على هذا الكلام يقولون بأنهم يعني يتبعون منهج الإمام الحسين رضي الله عنه في بناء الإنسان والوطن هكذا يقولون أليس هكذا وهذه مشعاراتهم هي هم التي يرفعونه هذا الكلام ممن عندي هذا الكلام ممن يرفعونه في كل مكان في وسائلهم الإعلامية في دوارهم السياسية في أحاديثهم السياسية في إعلاناتهم هكذا يقولون يقولون نحن نسترشد بتوجيهات المرجعية نحن أحزاب دينية نحن جئنا من أجل المظلومية نحن جئنا نبني العراق الجميل نعيش العراق قبل عشرين سنة إلى حد الآن يتكلمون نفس الكلام ويزيد وطيرة هذا الكلام كلما اقتربت ما تسمى من انتخابات سواء انتخابات تشريعية انتخابات مجالس محافظات أي انتخابات يبدأون أو تشكيل حكومة يبدأون هذا الحديث وبنبرة يعني عالية الصوت وواسعة المساحة ولا هم يتحدثون يوميا بهذا الحديث فهل يستوي هذا الكلام انهم يعني أحزاب تتبع الدين الإسلامي وتخاف من الله وجدت من أجل المظلومية وهم يسترشدون بالمرجعية ويضعون يعني منهج الإمام الحسين رضي الله عنه أمامهم أو هم قيد التطبيق في بناء الإنسان والوطن إنه الإنسان العراقي والوطن العراقي هل يستوي هذا الكلام مع حقائق الواقع الحالي في العراق بعد عشرين سنة من حكمهم إذا البعض عنده شيء سأقول له يعني بناء على الأرقام التي أوردها رئيس الوزراء الحالي محمد شيع السوداني قال مليونين شمنناهم وتفاخر بعض الموضوع وهذا قال أكبر أعلى معدل شمول في تاريخ وزارة العمل اثنين مليون ومية واحد وخمسين ألف وخمسمية وواحد وخمسين أسر عراقية فهو إذا ما افترضنا أن كل أسر عراقية وهذا أقل عدد وأنتم تعرفون العراقيين يعني أنتم تعرفون أهل يعني أقل أسر عراقية بها خمس أشخاص هذه أقل إحنا أخذنا النسبة الأدنى خمس أشخاص خاصة الفقراء أعداد أطفالهم كثيرة لكن مع ذلك خليل هذا الحد خمس أشخاص وبعملية ضرب بسيطة عملية رياضية بسيطة في ضرب هذه الأرقام مع هذا العدد خمس أشخاص يعني خمسة في مليونين ومية وواحد وخمسين ألف وخمسمية وواحد وخمسين أسرة رح يظهرن أن هم الذين يطلوهم اللي قال رح نطلوهم رواتب رعاية اجتماعية عشر ملايين وسبعمية وسبعة وخمسين ألف وسبعمية وخمس وخمسين عراقية وهؤلاء يعني المسحوقين تماما هؤلاء الذين تحت خط الفقر لأن الرواتب الرعاية الاجتماعية الحقيقة يعني هي لا تزيد في كل الأحوال عن مئة ألف دينار نحو سبعين سبعين دولار ولا أعلى من عدها ميتين وخمس وعشرين ألف أو يعني مئة وخمس وخمسين دولار شهريا هذه الرواتب هل تكفي لعالة هؤلاء الفقراء الذين هم تحت خط الفقر باليوم كم دولار يعني من سبعة وسبعين دولار يعني دولارين دولارين وشوية لعائلة تعيش بهذا المبلغ أسرة تعيش بهذا المبلغ هذا المنطق الغريب هو هذا اللي يتفاخرون به وعدد الذين تحت خط الفقر من بين أربعين مليون عراقي ذول الطبق المسحوق من بين أربعين مليون عراقي هم يقولون أن نفس العراق أربعين مليون عراقي منهم عشر ملايين وسبعمائة وسبعمائة وخمسين ألف وسبعمائة وخمسة وخمسين عراقيا مسحقا طبعا العدد أكبر من هذا بكثير لكن هؤلاء الذين هم تحدثوا به هذا الرقم منهم يعني مو من عندنا حتى ليقولون أنتم تكذبون تدعون على الحكومة غير حقيقة هذا الرقم أنتم أردتم بعملية ضرب بسيطة يطلح هذا الرقم وكل واحد منهم خلي ورقة قدامه وضروب وحاسبة وشوف يطلح هذا الرقم لا عشر ملايين وسبعمائة وسبعمائة وخمسين ألف وسبعمائة وخمسة وخمسين فرج عراقي مسحوق تماما تحت خط الفقور ينطوه هذه المبالغ في بلد موازنات هو من الثراء الفاحش موازنات السنوية أكثر من مئة مليار بستة وثلاثين مليار دير يعني البرحة يشوف إحصائية عدد المليار ديري والمليونيري اللي هم في العراق ستة عشر الف مليونير وستة وثلاثين مليار دير يزيدون عن عددهم في 12 دولة و 13 دولة موجودة بالعالم معروفة منها الإمارات وغيره وبرتغال ومعرف منه ودول أوروبية في العراق هذا البلد 40 مليون ب 10 ملايين و 757 ألف و 755 حوالي 11 مليون عراقي وقين تماما العقومة تقول مو أنا يقول وبي أيضا 36 مليار دير وبي 16 ألف مليونير وموازنات السنوية أكثر من مئة مليار وبهلقة فقر شنو وجه التفاخر الذي يتفاخر به محمد الشيعة السوداني ويعتبره إنجازا لهو الوزارة العمل والشجون الاجتماعية التي رأيسها الأسدي يعني خلي قلونا شنو وجه التفاخر أنت وزعت الذول رواتب هذا بلد بعد 20 سنة جئت من أجل المظومية وجئت من أجل النهوض بالعراق والازدهار بالعراق بهلقة فقر هذا هم النظام السابق حتى لا تقولون ذولة بعثية وذول يتحدثون علينا وهذا بعثي وذلك ما أعرف منه من علاقة لابنظام سابق ولا بنظام لاحق لملكي ولا جمبوري نحن نتحدث عن 20 سنة الآن الحديث بعد 20 سنة دعونا من حديث النظام السابق هذه كذبة كبيرة الآن الآن لا تقبل بعد 20 سنة عندما تقول لي النظام السابق أقول لك عيب اسكت بعد 20 سنة لابق النظام سابق ولهم يحزون نحتي عن تجربة الآن موجودة سويتوا أنتم وراء 20 سنة حتى لو استلمتوا هذا العدد من الفقراء بعد 20 سنة سويتوا بالتالي 11 مليون تحت خط الفقر مسحوقين وأنتم تسترشدون بترجيه بتوجيهات المرجعية الحكيمة وتضعون نصب عيونكم منهج الحسين رضي الله عنه أساساً لبناء المواطن والوطن هو هذا هذا الكلام الكلام معيب جداً جداً يعني هذه الأحزاب التي جاءت هي مليشيات تحت مظلة الاحتلال ورفعت شعارات الانتصاف للمظلوم وتغيير العراق وسموه العراق الجديد وجعله مزدهراً ومتطوراً وديمقراطياً وحرية ومعرف منه وبالتالي عشر ملايين وسبعمائة وسبعمائة وخمسين وسبعمائة وخمسة وخمسين ألف هم يقولون سبعمائة وخمسة وخمسين مواطن عراقي يعني حوالي دعاش مليون مواطن عراقي مسحوق تحت قط الفقر كما تقولون أنتم والعدد أكبر من هذا من بين أربعين مليون عراقي يعني ربع العراقيين ربع العراقيين الآن تحت قط الفقر مسحوقين ذول شي لهم. والربعين الاخرين اكثر من ربعين ثلاثة يعني الا الا كليل. هؤلاء الا المليونيرية ذولة والميليشيات المرتبطين بهم. وذولة طبعا عندما تحدثوا الفرنسيين المركز الفرنسي يعني عدد المليونيرية في العراق والمليارديرية. يعني قالوا ستة وتلاتين ملياردير ستعاش الف مليونير. قالوا هؤلاء من وزراء ومن حكومة ومن قادة الاحزاب ومن مرتبطين بهم والشركات المرتبطة من المليشيات. هذا وضعهم. وكل ذولة حواشيهم. اما الباقي الشعب كلها فقير. كل يعيش على يعني على خبز يوما. هذا وضع العراق. وبالتالي يتحدثون عن انه احنا نطيهم رواتب. شنو يطلطوهم يا. يقولون طبعا ضمن قانون الحمال الاجتماعي رقم داعش سنة 2014 هم المطبقي. اللي يشمل الفئات تحت تخط الفقر. وحسب بيانات وزارة العمل. يعني راتب كل عائلة ما بين مئة الف دينار. اللي هي سبعين سبعين دولار. وما بين مئتين وخمسة وعشرين الف دينار. ألف دينار نعم نحو مئة وخمسة وخمسين دولار. هذه هذه الرواتب اذا وضعتها في هذا الوضع اللي يعيش بالعراقي. من تضخم ومن فقر ومن من من بطالة ومن من اذى ومن ارتفاع بالاسعار وارتفاع بكل الشيء. بالسكن بالنقل باللبس بالشرب بالتطبيب. كل شيء كل شيء. ماذا ستكفي هذه. سأترك هذا الموضوع وكمله في حلقة اخرى لان وقت هذه الحلقة. قد انتهى عزاء المشاهدين. اترككم بخير. والتقيكم في حلقة اخرى لذلك الحين. استودعكم الله. والسلام عليكم. اشتركوا في القناة